هذا المؤتمر إذا كان ينعقد بالأراء المختلفة والمتضاربة التي ستكون موجودة فيه يجب أن يكون فيه توافق واسع جدا من شيء أغلبية إذا كانوا 101 أو 51 لا يكفيش يجب أن يكون فيه توافق واسع على من يكون رئيسهم لأن الرئيس هذا يجب أن يحظى باحترام الجميع تنفون رسميا أن تكونوا قد عينتم على رأسنا يجب أن يكونوا يعينني ولماذا لسه لا يوجد مؤتمر المؤتمر يجب أن يكون فيه توافق واسع جدا على الشخصية التي تقوم بالمساطة أتمنى أن يلقوا الشخص الأفضل مني مليون مرة تغيير الجذري مطلوب نحن يعني عشنا من فترة الاستقلال إلى الآن ومرنا بمراحل مختلفة أو أزمات ومنعطفات كثيرة هذا منعطف جديد كبير جدا ثم أنا أقول شيء آخر يعني خلينا نقول في بعض المعطفات لم نوفق توفيقا كاملا في التعامل مع تغيير الذي كان مطلوب المرة هذه إن شاء الله لا نغلط وإن شاء الله نمشي في الطريق الصحيح من أجل الوصول إلى الجمهورية الثانية الحديث على أنه جمهورية ثانية نريد أن هذا النظام يمشي كاملا كاملا هذا هذه المطالب جدا لكن هل هذا يتم بين يوم وليلة هذا يتم بين يوم وليلة إذا تعمل مثل برامر في بغداد هما محددين فيما أعلم إلى آخر السنة هذا قصير جدا هذا قصير في حياة أمه هذا هو الموضوع لأنه قلت لك التغيير الآن 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 لازم يمشوا كلهم يعني هذا خطر يعني تعمل فراغ يعني تراغ دستوري فراغ إداري فراغ لا 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 يمكن